بسم الله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم الزلا الزلا في قناتكم حلوية اليانا اليانا اخواتي اليوم سنشارك معكم واحدة الوصفة مطلوبة مطلوبة بكثرة في المقاة ويحبوها بزاف لماذا؟ لأنه ثمن التحقليل يعني في متناول الجميع وتشبع وجمعتق المقاة هذا ما يحاوسوا حاجة رخيصة وتشبع اخواتي اليوم سنشارك معكم الوصفة ان شاء الله سنال اعجابكم بسم الله اخواتي حبيت نشارك معكم المقادير بسم الله هذه الوصفة اخواتي كما رأيكم شايفين كيلة تاع بيض يعني هذه الوصفة نخدموه بها في الكيلة هنا رأني كيلت كيلة تاع البيض هذه حسنوة تاع 30 على 40 30 على 40 سنتيمتر يعني تجيكم شابه واللي حبيت تخدم القهوة اخواتي وصفة من اسهل ما يكون هذه الكيلة تاع البيض فيها ستة حبات بيض سنستعمل فيها كيس خميرة كيميائية يعني كل ستة حبات بيض كيس خميرة كيميائية كيس خميرة كيميائية رأي كيلة تاع سكر سكر العادي اللي نشربو بيها حليبتة وهذه كيلة تاعزيت ستة نقصب حبيتة اللهاني والفارنا و المعجون كيفاش نخدمو بهم كي نبداو الخدمة بسم الله بسم الله اول حاجة اديت اهنا اديت هذك البيض ستحبات بيض ضبط لها هذا السكر سكر حبيبات اخواتي لازم السكر اه حبيبات وبعد ضبط لها ملعقة كبيرة على فاني اللي بنات ملاحظة هذي الوصفة تحب بزيف مبشور ليمون يعني انا كان عندي مين سيتو او عندي مبشور ليمون وعندي مبشور البرتوقال اللي عندكم تقدروا تطيفوه الاثنين تخلطوا مليح الخالط حطا يرجع ابيضهم بعد تبدأوا تضيفوه له هكا هذك الكيلة تاع الزيت لبنت الوصفة من اسهل اسهل ما يكون يعني تقدروا تديرو زوج 3-4 سنوات للقهاوي بكل سهولة غير متعيبة وما فيها حتى حاجة يعني تعقيدات بعد ذلك بعد ما نخلط كيماشتوني خلطت البايض جيدا مع السكر بعد ذلك اضفتلو الزيت تدريجيا المهم يكون عندكم باتور لبنت تقدروا تخدموا بالفوي لكن متعب من الاحسن من الاحسن الباتور نضيفو كيس خاميرا كيميائيا او ما يعدل 20 غرام اخواتي الكيس خاميرا كيميائيا في الجزائر يعدل 10 غرامات نجمع هذا الخالط حتى نتحصل على هذه العجينة نجيب سنوات 30 على 40 ندهنها بالزيت كما راكم شايفين هنا يدهنتها بالقليل من الزيت ومبعد ديت هذه العجينة نحيت منها الربعة هذا الربعة نخليه جانبا لبنت دروك شوفو شندير به والاخر نديه ونحطوه فوكس نيوان ما فيها ولو 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 لبنت ها هو هنا ياكم شايفين فيديو تاعة 4 دقايق ما هي ولو هنا هاي سويت هذي كده ومن بعد ديت هذه العلبة الصغيرة تاعة المربعة لكم فيديو غدا بغيكون مربعة المشمش سويتو كامل فوق السطح حتى انكمل يعني درتك كامل العلبة كامل هذيك حتى سويتو كامل فوق ذاك السطح المهم من الاحسن مربعة المشمش لكم فيديو غدا بغيكون من الاحسن اللي بنعتع وبعد ندي هذا السكرفاج ونرابي هذه العجينة الربح هذه العجينة اللي نحيته نرابيه كامل فوق هذا المعجون وندخلها في 180 دراجة كنشوف هات حمرة مينا الجوانب نشعلها من فوق لازم تجي حمي مرة اللي بناتروكم ويكم كيفاش تجي حمي مرة ما يليقش الطيب بيضة لازم الطيب حمي مرة من يحمل يحمل تحت أختي قلتي ما تقوليش حمي مرة قولي حمرة حمرة من يحمل يحمل تحت هذه هي يا اخوات اتي اه دركنوا لكم في الاخير هاو شو لازم تطيب مليح لازم مليحة لازم مليحة ذرت عليها شوية هذي اختيار يعني كما تحبو بعد ذلك انا قسمتها على ستة في هكذا في العرض واربعة طوليا تحصلت على 24 حبة الحبة اللي بنات تكون كبيرة القهاوي لازم ادي لهم حبة كبيرة يعني رأي كبيرة بالنسبة للحجم التاحه وكبيرة بالنسبة للسمك التاحه وهما هذا هو النوع اللي حبوه اهنا لبنات يعني من اروح ما يكون هاهي وشوك فراي طيبة اقول لك حبيبتي ان شاء الله حربيتها عجبك جماعة القهاوي ربي يعاونكم دومتي متألقات جيرا كنت لانا تلويث اعتم ليليث اشتركوا في القناة